السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 23 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم استقر تماما في برج العذراء لهو ابتداء من يوم السبت يعني موعد بث الحلقة ما زال القمر في مرحلة خلوه مسار وبنتقل الساعة 11 بتوقيت جرينتش للعذراء ولكن احنا لانه توقعات يوم السبت فمنبدأها من بعد منتصف الليل القمر موجود بالعذراء اذا من بعد منتصف الليل ورح يظل موجود في برج العذراء حتى ظهر يوم الاثنين الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش القمر الان موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة الربح والضرر الخراب الاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و28 دقيقة صباحا من صباح اللي هو يوم السبت اليوم لا ينتقل بعديها لمنزلة العواء ثم منزلة العواء هي للربح والحرية والزواج القمر بما انه موجود في برج العذراء اليوم معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة ومنه للمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة او بدء نظام غذائي او تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا نذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا انهم يقدموا الدعم المالي او العاطفي في هاي الفترة لان العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر اكثر بتكو تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي الفترة هي افضل وقت للتخلص من عدد سيئة مثل التدخين او شرب الكحوليات او المهدئات او المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان اليف او قراءة كتاب مفيد او البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحوصات الطبية اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاوية وحيدة وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 27 دقيقة فجرا بتوقيت جريناتش اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية بسبب هاي الزاوية لانهم بيتجهوا من خلال التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عندنا رغبات ممكن تأدي لخيبات امل عاطفية بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لانه ممكن نذي فيها الاخرين دون ان نشعر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية طبعا عندنا اليوم البنكرياس الامعاء الدقيقة الععور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس اللي هي العيون والاذنين هاي العضاء هي الاكثر حساسية خلال هذا اليوم ما بجوز عمل عمليات كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية اذا في مجال التاجيل بيكون افضل طبعا يوصى باجراء عمليات جراحية لباقي اعضاء الجسم خلال هذا اليوم ما في اي مشاكل ايضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزايد بالليزر او الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما انه انتقل واستقر في برج العذرة خلو المسار القادم بيكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتعي الساعة احداش وتسعة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع الان يعني الان موعد بث الحلقة هو بيكون مربع بنسبة نصب البدر ولكن نهاية اليوم بيكون انحصر المربع الان عمر القمر اثنين وعشرين يوم الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنبدأ اليوم الثلاثة وعشرين نسبة الإضاءة اثنين واربعين في المية نهاية اليوم اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اضناش سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية الان ساعة المساء سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العذراء حتى يوم خمسة وعشرين احداش منتحس الان بنسبة عشر في المية ساعات الصباح سعيدة بنسبة 15% ساعة المساء منتحسة بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% ورنص في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول علجوا المسائل الطارئة للتواصل لا اتفاق ابحث عن حليف أو عن دعم واتجنب الإساءة للأصدقاء أو الزملاء بالعمل أو شركائك وحاذر من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بالظل الرغبة قوية عندكم اليوم أكثر فأكثر اليوم طاقة عالية جداً عندكم إلى تقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظاً وبتشعر بالطمأنينة والراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشغلوا اليوم في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن أو التعب أو بتبحثوا عن ملاذ آمن أهمش إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا إنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل لك هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتكونوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحراصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بأداءكم وهي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد عندك حماسي ووضوح بالأفكار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم يطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه مع وجود القمر في بيت المتاعب بسيطر التعب عليكم ممكن تفكر في إلغاء الموعيد أو الإبتعاد عن الأضواة احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وهي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوه اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما في جوز التجنب اتخاذ القرارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم مش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوه في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات خلال هذا اليوم ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تفحصوا حساباتكم المالي المشترك اليوم وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي أو التسلط به وابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهم الملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سوى في العمل أو العاطفة كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات وحافظ على هدوءك الكامل هذه فترة فيها نوع من أنواع الضغط يعني منعتبره ضغط فالأوضاع ممكن تكون تصعب بالزيادة فعشان هيك حاول أنك تنتبه لطاقتك وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر